الآن بسم الاب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين نبتدي بمجموعة من الأسئلة حد من المهجر بتقول كده إنها عاشت هناك وأخذت تعليمها الجامعي والمسترز بتاعتها من البلد اللي هي عايشة فيها وهي راحت وهاجرت في سن صغير لكن مواصبة على الكنيسة والخدمة وممارسة الأسرار لأسباب كثيرة منه إن اتعرضت الفشل كثير في العلاقات وأنا مصرة إني أتجوز في كنستي بالرغم إن أسهل لي أن أنا أتجوز برا الكنيسة لكن بحب كنستي ولي مقاييس روحية ما تنزلش عنها بالرغم من إنسانة خاطئة اتأخر جدا سن جوازي واتخطبت من سنين كتيرة لكن الموضوع فشل لكن بتجيني فرص بس مع ناس متعبة جدا أو ناس لازم تنازل عن حاجات كتيرة منها علاقتهم بربنا أو حد يكون عصبي وبيزع على أي حاجة أو حد فيري أمريكان أو أرمل وعنده أطفال بدون إطالة بحس دايما أن التأخير ممكن يكون من عند ربنا وممكن يكون بسبب إن حصلت تجاوزات بيني وبين خطيبي تجاوزات خارجية وممكن يكون أنا مش فاهمة من قطر إحساسي بالذن إذا كنت هتجاوز ولا وبعدين كانت بقى شوية أسئلة هل ربنا هيقبل توبتي بالرغم من سقوتي السابق مع خطيبي أنت بتقول إن كنت ندمتي وبتقول إن كنت توبتي يبقى لازم ربنا هيقبل التوبة مادام بكيتي ومادام عيطتي ومادام قلت يا رب سامحني وانغلط أكيد ربنا هيقبل التوبة هل أصر بنظر عن موضوع الجواز لإن حاسة إن لو عايزة تجاوز ابتي وأرتدوكسي لازم أصرحوا بالتجاوزات اللي حصلت مع خطيب السابق بص يا بنات الخطيئة اللي توبنا عنها واعترفنا عنها مش من حق أي حد يعرفها غير الله حتى قبل الاعتراف لازم يسقطها من ذاكرته يعني ما يكونش عنده مشاعر كل ما يشوف بنته فاكر إن هي واعت في القتل فلانين أساس حب المسيح والستر مش التسكير والتلقيح وجلد الزاد من تابة توبة صادقة حتى لو في خطيئة زنة يقول عنه القدسين أن التوبة تعيد للزناء إكليل البتولية وبالتالي إذا كان ربنا سامحنا ومسحة ليه أقولها ومش من حق الولد يسأل البنت سؤال زيه ده ومن حق البنت إنها ما تجاوبش على أي سؤال من كده المهم إنها تكون تايبة التائب الله يعتبره مجاهد وقديس لكن الناس ما بتنساش والناس في لحظة غضب ممكن تفتكر واشتان الشك ممكن يمسكها فأنت ما تقوليش لأي حد ولهو سأل تقوليه ده سؤال يعني ما يصحش إنه يتسأل إنت زي تسأل سؤال زي كده ده سؤال أخلاقيا ما يتسألش لا ما يتسألش لمن حق البنت تسأل الولد ولا الولد يسأل بنت حتى لو عندنا كريوسي وعندنا فضول السؤال المتعلق بخطيئة مدام الإنسان تاب مش من حق أي حد يسأله فيه اللي تقال في السر الاعتراف لا يعلمه إلا الله وحده بس والكاهن اللي بيدي الحل عدا ذلك الموضوع ده ما يتقالش فأنتي مش ضروري تقولي لأي حد طبعا لو ما صرفتش نظر وربنا بعت حد كويس قد إيه المعلومات اللي ممكن أقولها لي تقولي كنت مخطوبة وفكت الخطوبة زدست ونقطة وما فيش أي حاجة تتضاف تاني وهل ممكن يمسكها ضدي في المستقبل يبقى أنت بتتجاوب بتسألي أسئلة أنا جاوبتها في به في السؤال اللي هو كان في النص ده لماذا بعض الكنائس الجيدة جدا لا تسمح للطلبة المغتربين من الصعيد بالدخول في الخدمة وخاصة عندما تكون الخدمة ليست عندنا كما هي في القاهرة مع العلم ليست كل كنائس القاهرة بتقدم نفسه مستوى الخدمة بس الكنائس المتميزة بترفض اللي جايين من بره مع مراعاة المنطقة وثقافتها هل هي منطقة شعبية ولا منطقة هاي كتب هاي أكذا ألف يعني كده ممكن علشان النظام ودي حاجة تحترم وصح بس أحيانا النظام والروتين بيكون عائق للإنسان شكرا جزيلا الحقيقة ما نقدرش نقول إن إحنا بنرفض الناس الكنيسة مفتوحة كمسبح الكنيسة مفتوحة كمسبح الكنيسة كمفتوحة لسر الاعتراف لا أي مغترب أو أي زائر لأن دي أسرار متعلقة بالخلاص لكن كخدمة الحقيقة حتى ولاد الكنيسة نفسهم مش كلهم بيخدموا بيبقى فيري أوفر سيلكتف يعني فيلتر واثنين وتلاتة بيكونوا متربيين بنكونوا شفناهم قدينا ما عندهمش مشاكل نفسية ما عندهمش مشاكل غيرة ما عندهمش مذاكل ذات عالية لما بيجي حد من بره يا جماعة بيقول أنا واخد كورس إعداد خدام مع احترام الكورس إعداد خدام ده أنت دارس تاريخ كنيسة ودارس عقيدة ودارس تقص ده ما هلكش أنك أنت تكون خادم علشان تكون خادم لأنا أعتقد أنت بتتكلم علينا يعني على كنيستنا علشان تكون خادم عندنا لازم تكون معروف كويس جدا ليه تصور واحد جالي من بره بيقول يا بونا أنا حاسس بدعوة الكهنوت ارسموني كهن أو خدوني شماس أو خدوني خادم لأ طبعا يا حبيبي لا تضع على يدك على أحد بالعجل فأنت تنضم بعض الاجتماعات ومن خلال الاجتماعات ده تختبر في بعض الخدمات البسيطة ولما يبقى فيه تقرير كويس عنك بعد سنة بعد اتنين طبعا تقول لي وان هترهبن ولا إيه إحنا عندنا النظام كده مدقق شوية لأن لما بنختار خادم غلط أولا أنك تشيله بتعمل عفرة أكبر وأنك تحسبه على أخطاءه يعيش في دور الشهيد ويغرقك فيسبوك وبالتالي إحنا عندنا تجارب إن ما بناخدش خدام ألا من كنستنا ودي حاجة كل كنيسة تحط نظامها فيها لكن لو أنت عاوز تعترف الكنيسة مفتوحة عاوز تتناول الكنيسة مفتوحة لكن بقولك إذا كانوا ولاد كنستنا من وسط التلتمية الربعمية اللي بيدخلوا أسر السنوي عندنا بنخرج من التلتمية دولة عشرين خادم وعشرين خادمة كان من باب أولى خادنا التلتمية فدي ما تزعلش يبقى كخدمة لينا مقايسنا لكن كأنك أنت تمارس كل الأسرار المتعلقة بخلاصك محدش أبدا يقدر يمنعك أنك أنت تيجي تتناول أو تيجي تعيش حياتك الكنسية في الكنيسة في سؤال صعب شوية بيقول كده لي صديق صارحني وشاركني بميوله المثلية بنقصين شذوز جنسي بناء على توصية من الطبيب المعالج وموافقة أب باعترافه كان هذا منذ ثلاث سنوات ومن حوالي ست شهور دخل في أكثر علاقة عاطفية مع البنات ولكن سرعانا ما كان ينسحب بدون سبب ومبرر والعجيبة أنه منذ أسبوعين فقط تقدم لخطبة أختي يعني هو عارف سره وهو جاي يتقدم لمين لأخته أخته يعني فيه واحد عنده شذوز قال للواحد وبعدين راح بعد كده يخطب أخته هو يكبرني سنا ومن الكنيسة أنا مش عاوز أخسره أو أجرحه وفي نفس الوقت خايف على أختي جدا وكمان شايف أن السر اللي شاركني به ماينفعش أقوله لحد من عائلتي أعمل إيه أنتوا فاهمين المشكلة واحد عنده نوع من أنواع الشذوز الجنسي راح للدكتور الدكتور قال له أحد خطوات العلاج ده بيعمله كده أنا عارف فعلا ودارس الحتة دي يقول له أنك أنت لابد تختار ثلاثة أو أربعة تصارح حم بمشكلتك علشان بيعالجوا حاجة نفسية أنه ما يفضلش عنده أساس بالخزي فلازم يبقى في حاجة اسمها المجاهرة أنا ما ليش دعوة ده حاجة علم نفس فهو راح لواحد وقال له أنا عندي المشكلة دي لأن الدكتور قال لي اعمل كذا ولما سألت لأب أعترافي قال ما فيش مانع مدام الدكتور قال لك تعمل كذا تلف الأيام وأنا عارف أنه عنده شذوز وجاي يتقدم لأختي لا قادر أبوح بالسر ولا قادر أنزل أختي ومش عارف أعمل إيه هو ده السؤال أول حاجة كثقافة موضوع الشذوز ده درجاته كتير قوي يعني في منهم ناس يشفوا وممكن يتجوزوا وفي ناس اللي هو النوع السلب اللي فيهم اللي هو حاسس من جواه نفسيا إنه بنت ده مش هينفع يتجوز خالص فهو لو من نوع تاني ممكن يكون تعالج وبقت لي ميول للجنس الآخر فيقدر يتجوز بس أنا ما عرفش هو في أي درجة وهل تعالج ولا ما تعالجش طب الحل إيه الحل إنك تروح له وتقول له أنت كلمتني من ثلاث سنين في موضوع معين والنهارده أنت جايت تخطب أختي من حقي أقل نتيجة المعلومة اللي أنت قلتها لي فأنا محتاج أعرف أنت وضعك إيه دلوقتي خفيت ولا ما خفيتش أقدر أسأل أب اعترافك والدكتور المعالج ولا لا لأنك لو أنت بقيت كيورد وبقيت كويس مش هتخاف أن أنا أسأل الدكتور ثلاثة أنت ناوي تقول للأختي حاجة زي كده كنت بتعاني منها وخفيت ولا مش ناوي بس أنا يكفيني على الآن لأن أنا أشوف أنت ردك إيه ليا دلوقتي نمرة اثنين الدكتور بيقول إيه نمرة ثلاثة الكاهن اللي أنت بتعترف عنده بيقول إيه لأن إحنا جوازنا وان وي وأنا في يوم الأيام لو أختي تعبت هقف قدام ضميري وقدام أختي عشان نسبة أنه فيه شزوز ونسبة أنه فيه علاق مش طبيعية أختي ممكن تاخد سنتين يضيعه من عمره عشان تنفصل فأنت تكون محدد وواضح وراجل بتوجهه بالسر اللي هو الهولك أنت كده مغلطتش وبعدين بعد ما توصل لكل ده تعال حكي لي أنا تاني تعال لي بقى بيرسونل لأن أنا ممكن جدا أتواصل بقى بنفسي مع الدكتور بس أنت تعمل مرحلة أولى وأتواصل بنفسي معه هو وأتواصل نفسي مع أب باعترافه لأن دي جوازنا جواز مسيحي مفوش يوتيرنز يعني مش هنجرب ستة شهر وننفصل وفي بنت ممكن تظلم في الموضوع وإنت معك حق أنك تخاف على أختك بس أنا بقول لك هتمشي خطوات إزاي واجهه طالما أنه هو فتح الموضوع معك قبل كده واتكلم معك إيه رأي الكنيسة يابونا لو الواحد يكون كاتب زي وصيقة أو بيان إنه بعد ما يموت يتبرع بأعضاءه لحد تاني الحالات اللي ممكن ينفع فيها كده زي حالات موت الدماغ مثلا أو إذا صح الكلام ده بصفة عامة يعني واحد جاله مثلا يسموه كل الوظائف وقفة بس لسه جسده حي فبدل ما يشيله الفنتليتر أو الجهاز التنافسه أو لو سحبه الأجهزة هيموت فممكن يتبرع بالأجهزة بتاعته الحقيقة من الجانب الأخلاقي وده جانب لا تمانع عنه الكنيسة إنه ممكن الإنسان يتبرع بأعضاءه من أجل إنقاذ إنسان تاني فده عملية مش وحشة هو بيسأل سؤال طب أنا لو تبرعت بأحد أعضائي مش جسدي كده يبقى مشوه والكنيسة مش هتصلي علي لا اتطمن هنصلي عليك إذا كان الدين تعوازها لا هنصلي عليك الطمن خالص يعني مش هنردك يعني ده عمل يا حبيبي كأنه يشابه الفداء والحقيقة الله ينايح نفسه البابا شنودة اتسأل السؤال ده وأجاب الإجابة دي قال طبعا لمانع لأنه عمل إنساني إنسان بيعيش إنسان تاني فإيه المانع وخاصة إنحنا عارفين إن فيه قيامة للأجساد والجسد ده كله هتحولوا تراب يأكلوا دود فما تقلقوش يبقى مش غلط مش غلط أبونا أنا مكتئب وليا فترة كبيرة ما اتناولتش ولا أعترف عشمان في ربنا وفيك إنك تكون أبا اعتراف لا تجيلي وأنا أوصف لك أبا اعتراف لأن أنا الحقيقة يا حبيبي آسف لودد قوي في المواعيد ومش قادر أخذ اعترافات كتيرة ولا جديدة وقاصر الاعترافات بس الجديدة على ولاد الكنيسة فلو أنت من ولاد الكنيسة عندنا أهلا بك لكن مش ولاد الكنيسة مش هقدر لأن ولاد الكنيسة نفسهم مش لقيين مكان وفي أبا كهنة جديدة اترسمت عندنا من حيث المبدأ آه ممكن تعترف عندهم فأنا ممكن أوجهك لحد من الأبا الكهنة لكن أنا آسف يا حبيبي بعتذر مش هقدر أخذ اعترافك مش ترفع صدقوني مفيش وقت يعني المشكلة في الوقت ولما حد بيجي جديد ما هو أخذ ما يقولك أنا بس يا بونا أنا بس يا بونا بس أنا بس يا بونا دي بتتقل في اليوم خمستاشر مرة فما بقيتش أنا بس ده بقى خمستاشر في خمسة أيام قدي خمسة وسبعين في اتناشر يعني ما خلصناش كده دخلنا في الألف باهمين وعشان كده أنا بعتذر عن الاعترافات الجديدة حد بيقول أن وعف خطية برضو فيها تجاوز قبل الجواز ومش قادر يعترف لبونا وأنا جاوبت السؤال ده عشرات المرات نقدم توبة أنت بتقولي أنا بكيت بدل الدموع دم ربنا قبل التوبة لو مش قادرة تقوليها الأب باعترافك شوفي أي أب كاهن تاني من غير ما تقولي اسمك ومن غير ما تعرفي أي حاجة عن نفسك ولو أنت جريئة شوية اكتبيها في ورقة وديها الأب باعترافك كله دوت ينفع المهم أن أبونا يقرالك الحل والتحليل على الخطية اللي أنت وقعت فيها واحد بيقول أنا يا ابونا عمري 32 سنة أعمل في مجال وكاتب تفاصيل عن شركته مش مشكلة متقدم لوحدة أبوها تشترط عليه أنه لازم يغير الشقة بالرغم أنه ما شافش الشقة وطلب أنه لازم يكون شقة بنته في برج وأسنصير وحاجات من دي وأن الجواز يكون في خلال 6 شهر وأنا ما عنديش إمكانية ولما قال لي عندك قد إيه فلوس قلت له عندي فلوس تخليني أشطى بشقة شقة كويسة فاشترت أن الخطومة ما تعودش أكتر من زلت شهور بالرغم أنها كانت مخطوبة قبل كده الواحد أبو غني وكان حاطت شروط أن الجواز ما يتمش قبل أربع سنين بص يا ابني هو أنت ليه بتقارن نفسك بالخطيب السابق هو كل الجواب بعد كده مقارنة كان موافق له ومش موافق لي كان موافق له ومش موافق لي بص من الآخر كده من الآخر يا إما بيحطي لك الشروط صعبة عشان بيقول لك بصورة مؤدبة قوي مع السلامة يعني مفيش قبول مفيش ارتياح مش مش أنت اللي عاوزينك لبنت أنت لسه هتجاهد وتبني نفسك يا عم عايزين حد جاهز بس أنت بتقول أن البنت عاوزاني ورفضة جواز مش عارف الصالونات ولا إيه حبيبي أنت عملت اللي عليك وتقدمته هو حط شروطه البنت لو عاوزاك هي اللي هتكلم أهله لكن أنت لغاية دلوقتي الرسالة اللي وصلت لك بالمختصر شروط تعسفية معناها بنرفضك فأنت لازم تشتري نفسك وما تنفعش تقلل من إمتك أنت قلت اللي عندي كده واقدر على كده ولو ماقدرتش على كده أقدر أعمل كده أنت تحط كل إمكاناتك هم رفضوا هم أحرار طيب البنت هتزعل دي مش مشكلتك دي مشكلة البنت مع أسرتها فيا إما هي هتقنحهم وهيوصلوا لحاجة مع بعض يا إما مش هتقدر تقنحهم يبقى الموضوع منتهي وما تفكرش فيه تاني لأن هم قيموك من زاوية واحدة بس وهي الزاوية المادية وخاصة أنك أنت قريدي عندك شقة أبونا في زميل اللي هي في الشغل بحس أن فيه عجاب متبادل بنتكلم مع بعض كتير بنهزر ونتحك لكن في حدود عمرنا ما تعدنا حدودنا خرجنا مع بعض أكتر من مرة مع شلة المكتب بيّن لنا اهتمام وتشابه كتير في الشخصية وكثير من زملائنا ملاحظين ده وناس سألتنا إذا كنا مرتبطين ولا لا بس هو ولا مرة تكلم في موضوع ارتباط معايا أو أي حاجة بجد هو شخصية دايما مترددة من أي قرار في حياته بيفكر كتير جدا جدا ومن ضمن كلامه إن الجواز ده قرار صعب وإن لازم الشخص يكون متأكد جدا إن الشخص ده إلا هيعيش معاه بس إحنا بقلنا سنة ونص في تعامل مستمر في إيه رأي في إيه رأي قدسك أحط أنا آخر للعلاقة دي واتكلم معاه بوضوح وهل في حاجة من نحياته ولا لأ نحياتي ولو لأ ده تصرف مش صح وشايف قدسك إن أنا كده بحرج نفسي إيه الطريقة الصح ما تقللش مني أبدا أنا هقول لكم على حاجة بس مش عايزة أقولها قدامهم المشكلة إنه هقولها قدامهم فيه ولاد لما تحس إن البنت is available and she is funny وبنجون وصل الناس كلنا بنخرج شلة المكتب وهي لذيذة حتى لو عجبها ما هو يعني ما هي محجوزة محطوطة يعني أقدم خطوة ليه فأنا هديلك نصيحة أنت عاوزة تحطي نقطة لأن أنت بتعاني من تعب كتباء أنك أنت الموضوع لم حصل برد ولا حر ولا صيف ولا شتا والموضوع ده تحبك قوي فأنت عايزة تعرف هي on ولا off ده ملقص السؤال أنا هقول لك نصيحة please هذه نصيحة مشروحية نصيحة اجتماعية يعني كأب بينصح بنته please step back يعني ارجعي خطوة وخطوتين وخليه هو يلاحظ أني فيه رجوع لو هو بدأ يسألك يقول لي كنت متغيرة ليه ورجع عليه تقول لي أنا شايف أنه هو ده كويس لعلاقتنا يقول لك ليه حصلت غير تقول لي عشان أنا مش فهمة هو علاقتنا عنوانها حس أوقات كتير أنك بتبدي اتهام ومش أكتر من اهتمام والناس في الشركة من لحظة فأنا من أجل اسمي وسمعتي أنا برجع لورا خطو لو هو الموضوع كان أخوية وخلاص يقول لك اوه برحتك لو الموضوع كان فعلا عاوزك هيقول لك أنا عاوزك بس أنا متردد وساعتها أنت هتشوفي بقى لو التردد ده طبعه ده إنسان متعب على مدى الحياة متعب على مدى الحياة لكن لو هو أفصح آه بس أنا مش مستعد أنت ساعتها تقيم الموضوع لأ أنا أقدر أستنى ما أقدرش أستنى طب لو استنيت نستنى ده إيه هيبقى فيه مجال فأنا بقول لك النصيحة ستيب باك تو ستيب كده ارجعي خط وطين لورا وخليه حس أنه حاجة متغيرة هو اللي سيبتدي سؤال في صلاة النوم إحنا بنقول آياتها العذراء الطهيرة إزبلي ظلك السريع المعونة على عبدك فلماذا نقول عبدك مش أحسن نقول ابنك أنا أعرف أن إحنا لا نعبد السيدة العذراء فأرجو توضيح المعنى هذه الكلمة وأذكرنا في صلاة بص يا حبيب من ضمن برضو المحاضرات الروحية لدهالنا قدس البابا شنودة في الإكليريكية لما كان بيقولوا إحنا مختلفين عن أخواتنا كاتوليك في حاجة اسمها عندهم عقيدة اسمها عبيد مريم إحنا بنرفض تعبير عبيد مريم فواحد قال له طب ما إحنا عندنا في الأجباب نقول عبدك فجاوب إجابة حلوة قال عارفين لما واحد يقول للتاني خد دمك يعني أنا يعني 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 مثلا إيه أنا كنت مثلا مع أب أسقف في مبارا فبيقول يا ابونا ممكن أكلفك بس بمهمة صغيرة أولو قالوا خد دمك يا سيدنا خد دمك تحت رجليك ده عبارة عن إحساس بالإيه بالحب والاتضاع وإن أنا تحت أمره يعني 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 لكن لكن ما بقدملوش العبادة وعمل له مطانية وقول له يا أمب فلان أنت الذي خلصتني وأنت الذي فديتني لا العبادة لله والست العضرة مريم أساسا لا تقبل أن أي حد وجه لها عبادة لأنه هيسرق مجد ابنها التي ابتهجت تروح بيك مخلص لها فهي ما تقبلش الست العضرة مريم فإحنا بنقول إن إحنا في التقليد الإبت لما نقول يا ماري جيرجس ولما نقول يا ماري مينة زي ما قلت لكم قبل كده كلمة شيل الله يعني إنشاء إله شيل الله دي اللي بيقولها الناس شيل الله يا ماري جيرجس يعني إنشاء إله ماري جيرجس أو إنشاء إله ماري مينة فإحنا كل صلواتنا لله والكنيسة القبطية لا تقبل إن أي قديس مهما كانت مكانته حتى الست العضرة مريم تشارك المسيح في مجده لها مجدها لأنها والدة الإله ولها كرمتها إنها أعلى قديسة في الكليسة القبطية وليها صوم بيحبوا الشعب حتى اللي ما بيصومش أصوم الكليسة بيصوم صوم العضرة فإحنا مش محتاجين نتكلم على محبتنا للعضرة شكلها إيه لكن عقائديا الصلاة توجه لمين لربنا أم الكلمة عبدك دي معناها إيه زي ما قلت لك وشرحت لك كلمة خدامك مش معناها خدامك أنتوا أخدي بقى لكم إن أنا بخدمك أو أنا حتى أقول لك عم أؤمر ده أنا عبدك يا أخي مش معناها أنا بعبدك معناها إن أنا كخادم عندك آخر سؤال عشان وقتنا يا سلام يا أبي بابا سافر السماء وكان تعبان قبلها بفترة صغيرة أنا مش متعزية وتعبانة جدا قولي زي تعزة وأشوف ربنا حنين في فترة من الألم والغضب بتبقى في الأول هي بتقول أنا مش قادرة سامح ربنا نفسه بصي هو ربنا لنشكر ربنا إنه قلبه كبير أوي 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 وما بيقافش على حاجات صغيرة دي يعني وإلا كانت تبقى مشكلة كبيرة هو عارف أنت زعلنة شوية متضايقة شوية لكن هو متحمل ومستحمل وبيحبك وإنت قدي نفسك فرصة تهدي بس أوقات يا أولاد إحنا بنبقى سبب في ألمنا عارفين أنه نسبب في ألمنا عارفين اللي هرش وعمل جرح في إيده لما الجرح ده يجي لم غصبا عنه بيأكله شوي فيعمل إيه يهرش فيه فلما يهرش فيه اللي يحصل يعوّر نفسه تاني وبعدين شفتوا لو أبا ما بتخفش هو مين اللي هرش أنا صح فإحنا أوقات لابد إن إحنا نشغل نفسنا يعني في المحلات اللي زي دي لو أنت بدلت يقول البيت بقى فضع علي الواحدة ماما وبعدين بابا وإنا الواحد وثلاث قوض وما فيش حد في حياتي بتكركبي الكركيب كلها فوق دماغك لا انزلي شوفي خدمة انزلي شوفي كنيسة شوفي اجتماع شوفي أنشطة ما تسبيش فكرك لأن عدوك هو فكرك والشيطان هيستضوي قومك على ربنا فاشغلي نفسك حبي المسيح كلميه وقليله المزمور تعقبي وأمي قد تركاني يعني أبي وأمي علشان بشر كده كده لازم يموتوا مش هيعيشوا فور جود ما إحنا كمان مش هنعيش على طول صح لكن ربنا هو الأب الحنين اللي عايش على طول ركزي في المسيح اشغلي وقتك كلمي مع أب اعترافك لأن في الفترة الأولانية الواحد بيحتاج أن يبقى فيه سابورت خارجي ربنا يديكي نعمة بسمي الأب والابنة والروح القدس الإله الواحد أمين النهاردة هبتدي معاكم بسلسلة غريبة قوي عنوانها كده عنوانها كده وما تتخضوش من فضلك ما تتجوز هناخد فيها النهاردة والمرة الجاية جاية في الهالكوسطرة سودة من فضلك اسمها إيه ما تتجوز من فضلك طبعا ما تتجوز ومن فضلك ما تتجوزيش من فضلك ما تتجوز طبعا الناس المخطوبة دلوقتي حطت إيديها على بطنها وفي ناس عرقت وفي ناس قالت إحنا غلطنا إن إحنا جينا النهاردة وإيه اللي جابنا النهاردة وكل ده قلتوه بس من فضلكم اسمعوا لي. كنا في سمينار مع اباء كاهنة عددهم كبير قوي كنا بنتكلم في موضوع المشاكل الزوجية. فكان اول سبب من المشاكل الزوجية ان كانت فيه ناس not qualified to get married يعني ايه ما كانوش مؤهلين ان هما يتجوزوا. ما كانش بالبلدي ليهم في الجواز. وعشان ما كانش ليهم في الجواز لما اتجوزوا المشاكل بقت كبيرة وما لهاش حل. فاحنا هنعرض نوعية من الناس اللي المفروض ما تتجوز. مش عشان ما تتجوزوش. عشان لو انت من الناس دي لو ما عالجتش. المشكلة ونفسك قبل ما تتجوز انت بتظلم الطرف الثاني اللي هتتعسه كل ايام حياته. من فضلك ايه ما تتجوز. هنقول الكلام ده المين. هنقول المجموعة المرة دي ومجموعة المرة الجاية. لان هما النهاردة مش هقدر اخد اكتر منه عين. عشان نفضح نفسنا. ونشوف فعلا احنا ننفع نتجوز ولا ما ينفعش ايه نتجوز. اول واحد. ما ينفعش تجوز هو الانسان المدلع. المدلع صعب جدا يتجوز. واهله بيبقوا عارفين كده. ويقولوها بهزار يقولوا الله يكون فعونها اللي هتتجوزك دي. يا ساتر دي مامتها دعي عليها. او الام تقول للبنتها انت لو فضلت كده هيرجعك بعد اسبوع. لان مش ممكن حد يحتمل دلعك ومساختك دي. هما بيقولوها بهزار. بس هما عاوزين يجوزوا بنتهم. وعاوزين يجوزوا ابنهم اللي قاعد على الشلطة طول النهار بيشرب في نسكة فيو شاي. فهم بيننا رين عارفين ان ابنهم هيعمل مصيبة او بنتهم هتعمل مصيبة في واحد يعني. لكن هما عاوزين كمان يخلاصه. بس الحقيقة لو انت من النوع ده بامانة ما ينفعش تتجوز. ليه المتدلع ما ينفعش تتجوز. هقول لكم نقطة نقطة. النقطة الاولانية لان الحياة صعبة. سترس اوبر سترس اوبر سترس. ضغط فوق ضغط فوق ضغط. مش قصتي شعرك قصة ونيولوك وخو وعشاكي فين وفساحك فين ده كل ده كده في. لكن لا الحياة شديدة. عشان كده المتدلع بيفتفرد بسرعة يعني ايه بيتفرد بسرعة يعني انا هتخيل لك انت مرتبك خمس ست تلاف جنيه ومحتاج واحدة ساعدك في الحياة مرتبة تلات تلاف اربعة تلاف ان شاء الله بس في الاول كده لغاية لما تجيب بيبي او اثنين مثلا يعني. وانت يدونت ميند انها تقعد في البيت بس الاول محتاجيني ساعد بعض. وهي ده اللوعة. هتعمل ايه? هتنكد عليك. كلما ترجع تقول شفت المدير كلمني زي نهارده. الشغل انا كرهي. الشغل ده مش طيقه. ايام اوفر استرست. ايام اوفر اوفر واي حجم دي يا. لا لا بيعملوني معاملة. الشغل بيئة. الشغل كله بيئة. شوف لي شغلانا كويس يعني ايه شغلانا فين? يعني. حاجة كده على مقاني. مديرة كده تشتغل يومين في الاسبوع. وفي اليومين تشتغل ساعتين في اليومين. ويكون شغلة فيها مواصلات رايح جاي. لكن الحقيقة يعني اللي انا فيه ده مش قادرة. قد قدام صعوبة الشغل خزالته. وقدام صعوبة البيت خزالته. البيت مش متروق ليه. قالت له من روقته اول انبارح. بس تنعجش تاني تقول له ما هي تنعجش ومن روقه ليه. وبعدين يعني ما تضغطش علي اهم المعروف اعصابي ما تستحملش. ما تضغطش علي. ليه? اهم تدلع تقول النهار ايه? كانت بتدي اوامر في ماما. وتقول لها ماما هاتيلي الكافي ميكس هاتيلي النس كافي هاتيلي الكابتشينو في البيت هاتيلي في السرير. انا اي انا ايما مكسرة النهار ده مش رايحة الشغل. فالدلع ده بقى سلوك مكتسب. اتعب ليه? وبعدين بقى جابت بيبي. انهيار. انهيار. يا ماما. البيبي بيعيط. كلهم بيعيط. وانتي كمان كنت بتعيطي. يعني طلعنا لديك عجوبة عندك عيل بيمغس ويعيط دونن عن كل الامهات. وصهرني طول الليل. هنا بقى ايه? ده غير مسئوليات الدراسة وبقى وتنوصل ولا نجيب تاكس ولا نوات جيب اوتوبيس بخمس عشر الف في السنة لأ هنوصل ولا طب انتي وصليه في الرايح وانا اجيبه ورجع من شغل. طب ذاكري له. فالمتدلع ده. ما يقدرش يواجه صعوبات الحياة. والمشكلة ان الجيل اللي طالع اكسر دلعا من اللي قابليه واللي قابليه اكسر دلعا يعني وهكذا. الدنيا بقت ماشى في اتجاه الدلع. وعلشان بقينا متدلعين قوي قوي قوي. بقت مشاكلنا في الجواز عالية قوي قوي قوي. فلازم تحاسب نفسك اذا كنت متدلع بصراحة انت بتكتب وصيق تفشل حياتك الزوجية. ولاد وبنات ولاد وبنات لانا ولاد برضو ممدلعين قوي. قوي. حياته كلها قوي. ماما القميسة كوا ماما المنطرون فين ماما اتغسل ماما اتناشر يا ابني ما تقوم تعمل احاجة لنفسك انا. ازاي. اما لازمته ملي في البيت دولة. انا ليه اصحاب وليه مجتمعاتي. وليه قهوتي وليه قعدتي وليه كفهاتي وليه ايه ده ايه اللي انت فيه ده. اللي انت فيه ده. فالدلع بقى دلع ايه متبادل. يعني بجد. احنا محتاجين راجل. مش دلوعة. ومحتاجين امرأة تشيل مسئولية مش دلوعة. لكن الدلع. اتنين. مشكلة الدلوع انه عاوز يتشال واحنا في زمن محدش بيشيل حد فيه. الجواز دعوة انك تخدش تشيل اللقصات. دي بيع تشيله. شيلة كده يعني تخد يتشيل اللقصاتك باللي هيجيبه. يعني يعني هو بعياله تشيله وانت تشيلها بعيالها. فاذا كنت وانا في دلعي عاوز اتشال. انا المدلع عاوز ايه? يتشال. عاوز ايه يتخدم. الجواز عبارة عن ايه? انك تخدم ابن الانسانة جاءة ليخدم ولا ليخدم ليخدم لا ليخدم. فالاساس انك انت لو هتتجوز لازم يكون عندك الموتف انك تشيل. مش انك انت تفضل محتفظ بصورتك مقابل الجواز انك كنت متشال وتفضل تتشال. اقبل قوي ان طفل عنده سنة يتشال. اقبل قوي طفل عنده ثلاث سنين بعد ما مشي لمدة كيلو مع بابا قال له انا تعبت فابوي يشيله. لكن لما يكون واحد عنده تمانية وعشرين وتسعة وعشرين وتلاتين سنة ولسه عاوز تشال. ده ازاي يبقى راجل وازاي يفتح بيت. وانت ازاي تبقي ست وتفتح بيت. فاللي متدلع عاوز دايما ايه? وعاوز دايما يتطبطب عليه وعاوز احتواء وعاوز حد يحس به. وهو الثاني برضو عنده لود وعنده هو نفسه شايل شي لكبير اوه. فاذا ما كانش الانسان شديد يبقى عمل زي الاسمنت المخشوش اللي تعمل به اول ما تمسكه ده يفرط في ايدك. مش يشيل احمال عمود هيوقع ويوقع عمارة بحالها. الانسان اللي متدلع يطلب مال لنفسه يعني ايه يطلب مال لنفسه? دلع بقى دلع تصور يا ابونا. انا قفلة خالص ومحتاجك في موضوع ضروري. انما واحدة بتقولي موضوع ضروري بقلق يعني في حاجة في مشكلة فيقولها هي تقولي تصور يا ابونا. عيد جوازنا مفتكروش. ومجابش هدية. وعدتها لغاية امتى؟ لعيد ميلاد ولا عيد جواز؟ يا حرام يا حبيبتي. يا حرام. للتعب اللي انت فيه ده. التعب اللي انت فيه ده. نسي. ما نسيش. بس المدلع بيطلب مال نفسه. وبرده كده تلاقي فيه رجل كده. يقولك ما بتشوفش طلباتي. طلباتك؟ يعني ناقص نجيب لك ايه؟ نحط لك فوطة ونأكلك في بقك؟ ايه طلباتك دي؟ مرة قابلني شاب بيقولي انا هجاي اشتكيلك. مدى انا مكاف في بيتي فلوس. مكاف في بيتي فلوس. من حق امراتي تدلعني ولا ما تدلعنيش هي وقفت في زوري. وانا قلتلكم قبل كده دي بتقب في زوري ليه؟ لان اساسا ما بطيق ش تلع البنات. في تصور الراجل طول فى عرض. عاوز يتدلعك يعني تعمل كي؟ يعني تعمل كي. نى 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 الميدلع يطلب ما لنافسه. يعني ايه يعني ايه يطلب ما لنافسه تلعوني. تصوروا مرة وحدة بتشتكيلي من ابنها. قاعدى على الكنبة. فكان يصرى فيهم حرف يقولها ماما. انا محتاج اخد حمان يستحمى. قالت له ما له يا حبيبي اخد حمان. قالت له بس مكسل قوي. قالت له طب اعمل لك ايه? قالها شوفيه لحل. قالت له حل ازاي يجيب لك الدش هنا يعني ولا اعمل لك ايه? قالها لا لا بالليل فوتة كده. وعصرها لي وانا كده وانا قاعد في مكاني. تصور عاوز اتحمى عالكنبة? عاوز اتحمى عالكنبة. طب ده يتعمل فيه ايه ده? المتدلع ما ينفعش في الجواز لان قطته جمل. عارفين يعني قطته جمل? يعني قطته جمل. قطته جمل. ده مثل معروف اوي قطته جمل. طب اشرح لكم يعني قطته جمل. قديكم مثل. يعني احنا ايامنا لما كنا في نص السبعينات علشان كانت ايامنا مفيش عربيات ملاكي وكلنا منكا موصلات. انا كليتي كنت بركب لها يا موصلتين يا تلاتة. على حسب يعني يا موصلتين يا تلاتة. فكنا نشوف الاوتوبيس كده معدي. والموتوبيسات زحمة جدا. فكنا نرجع قبل مدان التحريط بنص محطة. عشان يبقى فيه اشارة. والاوتوبيس بيجري. انت بتجري جنبه. عارفين باللي بلعبه الترابيس بتقسيرك اللي بتروف الهوى تولى. من غير ما يمسكوا قدهم. فانت بتمشي جنب الاوتوبيس. تجري 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 وتروح حدف نفسك. حدف نفسك على امل ان اللي وقفين على الباب. كلهم مسكين ايد وفيه ايد بره. فانت بتحدف نفسك وبتسلم حياتك وامرك لربنا وبتكون متطم انك متناول لانا مش عارفين الحدفة دين هييتها ايه. واول ما بتحدف نفسك تلاقي كل الناس تواصلت معك وجابوك ولقيت نفسك جوه كتلة بشرية ما انتش عارف انت على الاسفلت ولا جوه الاوتوبيس بس ماشي. وكان بيحصل كده في الثلاث مواصلات لان لا كان في مترو انفاء ولا كان في واوي الاخر. دلوقتي البنوتة اللذيذة. جاية تعبانة ومفرهضة. تقول لها ليه انت تعبت اه جاية باوبر من المعادي لمصر الجديدة مكيف بس هبتانا حبيبتي. اوبر. اوبر. ما كناش نعرفه ايامنا ده ولا كننا حتى بتاكسابية فوس وده نركبه ما كناش نقدر معه انتقى يعني يا كده يا كده الفلوس كانت قليلة والواحد كان يروح ازا ما كنا بنط نطير كنا حريفة نط اوتوبيسات دي. وانتوا فاكرين كنا بنستهل المحطة كنا برضو بنط من اوتوبيسة وماشي وليها طريقة الفرما لابقى شرحها لكم بعدين يعني. فالحياة كانت صعبة اوي وكنا بنتحك من قلبنا اوي وكنا مبسوطين اوي بس الدلع زاد. فلما الدلع بيزيد قطته بتبقى جمل عافين انا قطته بتبقى جمل زي ما قلتلكم لو البنت غسلت طبقين طبقين ربنا يعلم ده هي وجوزها بس طبقين وشكتين وكبايتين. وقعدت بتنهج. وماما اتكلمتها تقولها يا ماما الموعين ما بتخلص صليلي صليلي. عرفت عني المدال اللي عطته جمل يعني عمل فسفوسة كده. يا نفسها تصعب عليها حوية. طبخت. 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 طب ماما كانت بتعمل معك ايه في طول عمرك ما كانت طول عمرها بتطبخ ستة ما بتشتكيش. بس احنا بقينا قطتنا جمل يعني اي حاجة نعملها. عاوزين خمسة يسقفو لنا وستة يصورونا فيديو وتكتب في السنكسار. المتدلع ما ينفعش في الجواز ليه ما ينفعش في الجواز اقول لكم ليه ما ينفعش في الجواز. لان المتدلع دايما يلجأ للحلول السهلة يعني يلجأ للحلول السهلة هو تعود ان كل حاجة. مش كده. فإن يحصل بعد الجواز الدنيا نشفت شوية. فيعمل ايه? يستلف. بلاش يستلف. يطلع كريدت كارد معهم ادلع ما عرفش يحرم نفسه من حاجة. اشتري. 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 وبعدين كريد كارد وصل للمكسيميل بتاعه مثلا اتناشر تلاتاشر الف جنيه. في بنك تاني عرض عليه كريدت كارد. اشتري. 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 يدفع فوائد ولا يدفع اقصاط. بس هم مقدرش يقول لي نفسه لأ. ليه? هم متعودش انه يضبط نفسه في شيء. متدلع. لان كل اللي كان بيطلبه كان بيجيله. ده انا قاعد مع واحد مديون بديون كبيرة قوي 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 قوي. فبقول له ليه? قال لي اصل كل ده بسبب ان انا جبت جهاز تليفون تامن وسبعتاشر الف جنيه. جبت موبايل بسبعتاشر الف جنيه. وجاي تطلب من الكنيسة ان نتساعدك عشان تسدد دينك. ده احنا بنجيب يا ابني سكر ودقيق ورز وشاي اللي ناس مش لاقي يتاكل. ومكارونا وعيش. تفعلك ايه? لك مش هو ده العشم. الابوة ان الانسان يقف جنب ابنه. لا الابن المتدلع ده ما يلزمناش. لان الاية بتقول المتنعمة ماتت وهي حية. لان كل طلباته هو شايفها اوامر. وايه? على فكرة كلها اساسيات. عارفين ان كلها اساسيات? يعني كلها اساسيات ايه? يعني الموبايلر بسبعتاش الف جنيه ده مش كمالية وارفة هي. ده اساسي. طب ما فيه حاجة زيه باربع تلاف جنيه. لكن انا لا اصلا انا متعود على البراند دي. ومتعود ان انا افوت موديل واجيب موديل. يعني اذا كان موديل رقم سيكس فويت سابعة لازم اجيب تمانية الناس تقول علي ايه? المتدلع يستسهل كل الحلول بتاعته. عشان كده عندنا بنات متدلع هتقول لي ايه? بعد سنة من الجواز يعني يكون حصل حاجة بينها وبنجوزها مرة التانية تقول لي يا ابونا انا جاي اخد مشهورة قدسك قلت له ازاي تقول لي هو الانفصال اجراءاته ايه? ايه? باقولك الانفصال اجراءاته ليه? واقوم هتقول لي صليب واحتمال انا حاولت كتير بقالي ستة شهر بحاول. ما قطتها جامل يومها بعشر سنين عند ستة تانية. فدايما يدور على الحلول سهل. يا اما السيس تلي في اما كردت كارد يا اما عايش عالة. حلول سهلة. تبقى امها عندها ستين وخمسة وستين سنة. وشايفة ان من امها كفرد على امها اللي هي تيتا نهيلة رب عيالها. اصلا انا ما بثقش اللي في تربيت ماما. تم انت تربيتي على ايد ماما رب انت ولادك. تماما شاولتها ايه? ده انا ببعت لها ولادي عشان يسلوها طول يسلوها دي الست جالها في ظهرها غضروف. وكتفها سقطت. ووشيها سود. وانا في منتال دلع. اما اللي هي ماما ولا مش ماما? ما فيه امهات بتدور على بناتها عشان يجبولها احفادها. ماما هي اللي وحشة. ماما هي اللي وحشة. وانت مش دلوعة. ومش عاوزة تشيل مسئوليتك. عرفتوا ليه الدلوع ما ينفعش في الجواز? عرفتوا ليه الدلوع ما ينفعش في الجواز? لانه بيرفض الاحتمال ويرفض الصليب ويرفض حتى طبع الاخر. ممكن يكون متعب. بس ممكن يكون ربنا سمح بالانسان ده عشان انا اتعلم حاجة في حياتي الروحية وانمو. بقت مرفوضة. كلمة يا جماعة الجواز انكار الذات يعني ايه يا ابونا ده الانسان عايش عشان يحقق ذاته. خلاص بقى فكر عالم مش فكر مسيح. لازم يا بنتي تتضعي. التضع يعني ايه? التضع يعني ايه? المدلع ده اسف ما ينفعش في الجواز. المدلع ما ينفعش في الجواز لانه يصير عبءا وليس معينا نظيرا. ربنا لما خلق حوى قال للآدم معينا نظيرا يعني ايه? زيك زيه بس انت ليك شغلة انك انت مسئولياتي لحياة تتقسم بينك وبينه هو بيشقه عشان يجيب لقمة عيش وانت بتربي اولاد وما بتشتكيش. لكن المدلع عبء عارفين يعني ايه عبء? بسبب كل اللي انا قلته مش عاوز تشين مسئولية. فبدل ما انا اساعد جوزي انا بعمل ايه? بشيله همي انا نفسي. وانت بدل ما تساعد مرادتك كمعينا نظيرا بقيت هي تقول لي يا ابونا انا مخلفة تلاتة منهم جوزي. بس اتات بتشكي كده. تقول لي انا عندي تلات ولاد. اتنين في المدارس والتالت متجوزة. هي بتاخدها بضحك عشان نفسيتها حلوة. لكن هو ينفع كده. ان الراجل يبقى دلوع. احنا محتاجين راجل عشان نتجوز. ومحتاجين واحدة نطجة مش متدلعة. لان المدلعة مش هتعرف تقوم. عرفتوا ليه بقول لكم من فضلك ما تتجوز. لانك انت لو تجوزت وما جاهدتش ضد دلعك. انت جوازك مش هينجح وهتتعب كل الناس اللي حواليك. وخاصة شريك حياتك. وخاصة لو طيب وقرر ان يستحمل شوية. تسوق انت فيها بدلعك. طب لو انا فعلا يا ابونا متدلعة. او لو انا فعلا يا ابونا متدلعة. اعمل ايه مع نفسي. لان في الاخرى نفسك جوز. انا مش رافض انك تتجوز. بس جاهد ضد دلعك. طب اجاهد ازاي واحد. اتعود انك تغصب نفسك ما تريحش نفسك. لو انا قاعد في البيت. وماما دخل المطبخ. ده تدريب بقى. وبتقول انا هعمل شاي. حد عاوز يشرب شاي تقول لها هخليك انت قاعد يا ماما. انا هعمل الشاي اللي بيت كله. وانا عارف كل واحد يحط كم علاقة سكر. والعاوز يشرب شاي يقول لي انا اللي هعمل. لما ماما تقول لك انت جاي من كلية تعبانة يا حبيب تريحي شوية. وانا هعملك الاكلة يا ماما. انت يا ما عملتيلي. انا هعمل لنفسي. لازم اتعب شوية زيادة. اغصب على نفسك. التعب كان منهج القدسين. عمرنا ما سمعنا في الكنيسة عن قديس مريح. او كانت هواياته لم التوابع وصيد السمك. وقت الفراغ بيلعب بينج بونج. ما عندناش قدسين كده. كل قدسين الكنيسة. السمى اللي تجمعهم ان كانوا عارفين. يجبروا نفسهم على حاجات ما بيحبوهاش من اجل خلاص نفسه. لكن المتدلع لا يمكن يغصب نفسه. فاول علاج للمتدلع انه يغصب نفسه. يغصب نفسه. تاني حاجة تدريب تاني غير انك تغصب نفسك على حاجات معينة حاجة اسمها تدريب الاحمال. يعني ايه تدريب الاحمال. احنا اتفقنا انت في الجواز هتشيل ايه? هتشيل نفسك وجوزك وعيالك. وانت في الجواز هتشيل ايه? مراتك. ونفسك وعيالك. اذا كنت انا مش قادر اشيل نفسي. هشيل الناس التانية ازاي? صعب. ابتدي بتدريب اسمه تدريب الاحمال. يعني الاحمال. ابتدي تتعود انك تعمل حاجتك بنفسك لمدة شهر اتنين في الاصوام ده تدريب. مش هقول للماما من فضلك يا ماما تعالي في يوم كده ننم مع بعض ونروأ الدواليب بتاعت لا روأي دولابك. نظفي قطك. امسحيها. ابتدي دربي نفسك على انك حاجتك على الاقل تشيليها. ليحمل كل واحد ان حملة نفسه زي ما بيقول قديس بولوس الرسول في غلطية. ان تتعود انك تشيل حاجتك. ما تقولهمش يا جماعة الورنيش فين? الجزم في الشراب فين? ام دور يا اخي. ام دور. ليه واخد لقب باشا كده وباشا تركي وكل في البيت عبيد. عشان يشوفوا لك مصلحتك فين وانت قاعد شو حد شاف كزا? حد شاف. حد يدور لي عن نظارة. حد يشوف المفاتيح. اتأخرت. يعني غلطتك. وبتشخد فينا. ده ايه البواخة دي يا اخي? يعني باي عين? انت اللي متأخر وانت اللي مهمل ومش حانف يعانفين بس انت تعودت انك تكون متدلع. تشخد. فمام بتقول دوروا لاخوكم يا ولاد خلوا عندكم جوية احساس اخوكم اتأخر. ده اللي زي ده ما يتسئلش فيه. نععد ونقول له دور يا حبيب على مفاتيحك. المرة الجاية هتعرف تحطها فين قبل ما تنزل. مش بقول لي زوجات تعمل كده مع ازواجكم عشان برضو ايه? انا بقول للولاد مع عائلتهم. والبنت كده مع امها. امها لازم تشد عليها شوية. تشد عليها شوية. شي لحمل نفسك. اعتمدي على نفسك. اعتمدي على نفسك. تالت علاج للمدلع. وده تدريب اصعب شوية. الاخترارات الاصعب. يعني انا عاوز بقى بطل دلع يعني ايه? فماما قالت يا جماعة. احنا كان عندنا امبارحة لحد هيلم الصالة ولم بقيت الاتباق ويحطها في الحوض وحد يغسل موعين وحد هيروى الشقة وحد يمسح اسوأ حاجة كانت الموعين ليه? لانها اهتلال متللة يعني. وما عندكمش ديش وشر يعني ما كونش غسالة كهرباء يعني كله باليد. فانت هتقولي ماما انا هروى الشقة. زكرة هتعمل يتمش كده? تمسك كده? وبعد تلاتة تلاتة كلينيكس لما يتم حطيهم في الباسكت هتوادي تاخدي نفسك. ده اللوع بقى ده اللوع هانم. في واحدة بتقول لأ انا هاكسر زاتي واكسر دلعي. انا هاخد الموعين. لو انتم في البيت عندكم مشاوير وانت ده اللوع. في مشوار تحت الناصية وفي مشوار. الست اللي انت يعني اخر مصر جديدة واخر الزيتون لو انت ساكن بالزيتون وتبر يعني في مشوار في المعادي تختار النهون. انا مش اختار ولا حاج. ليه? مانا ده اللوع اساسا اختار ليه? لو انت عاوز فعلا تتحرر من دلعك اختار المهمة الصعبة. ده انا اوقات بسبب الدلع. بتوجع قلبي انا باعتراف شخصي. لما اعرف ان في اب عنده جل ست غسيل كلا. وعنده تلات اولاد. والتلات اولاد بيتبرم انه هم يوصلوه. كل واحد يطلع نفسه عزر اقوى من اخوه. عشان يبقى اخوه هو الملام انه موصلش ابوه. وصلنا للدرجة دي. ان الاب يرجو مين يودق من ولاده جلسة غسيل كلاوي. مين ده اللي يقول ها انا ذا. ابعتني يا رب. المتدلع بقولكم ما ينفعش لا في خدمة ولا في قانون روحي ولا في صوم. ليه? يا صوم ليه? انا مزاجي في الكوبايت القهوة بتاع دلع. لازم اغصب نفسي. ولازم اختار اختيارات صعبة عشان اطلع من بره قوقع الدلعي. وإلا بصراحة لو انا كده ومقتنعا عن دي حياتي. وانا فرحانة بنفسي كده. احسن لك يا بنتي ما تتجوزيش. ولو انت من النوع ده احسن لك يا ابني ما تتجوز. لانك انت بترمي نفسك على حد تاني هيستحملك طول حياته. ده احنا لسه بخدناش غير شخصية واحدة. طيب هاخد التانية بسرعة عشان لازم تاخدوا شخصيتين نهار. تاني شخصية ما ينفعش انتتجوز. اصلا بقول لكم كمان الشلول بتاعت كل شخصية. تاني شخصية ما تنفعش انتتجوز. شخصية المتزمر. المتزمر. احنا لسه عندنا شخصات كتيرة. ما نفعش ليها جواز. بس خلونا نهاردة في مين المتزمر يعني ايه المتزمر? حتى عارف يعني متزمر? كثير الشكوى. كثير الشكوى. كثير ما فيش حاجة عجبة. وكل ما التزمر بتاعه يزيد ما عندكمش فكرة يتعب شريكه قد ايه? يعني هو عنده عربية عربية حلوة كده موديل خمستاشر سنة ولا يعني احنا في آآ 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 قمعا. يعني آآ 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 عربية معقولة اي حاجة فيرنة هنداي بتاع اي حاجة? مش ن ويتغير الحصالة دي. الحصالة احنا ما عندناش حصالات. تقول اللي انت ركبها دي حصالة. هي دي عربية. هايز اقول لك حاجة. قوة لما تعدي عليها من شغلة استناني قدام العمرة. استناني كده مية متر كده وانا هجوبهم لك ماشي. اقول للناس انك انت عندك عربية هنداي بيرنة. طب انا بقى لو جوزها احس بايه? انها مستقلين. قولها اشكري ربنا. تقول لك ما هو انت كده ما عندكش طموح طول ما بقوله اشكر ربنا. خليك في البرنة تنفعك. المتزمر دايما نعينه على حاجة الناس ويقارن نفسه بيهم. فهكمل نفس مسلا العربية. شفت فلانة ابتدت مع جوزها كان عنده عربية زي عربيتنا. بس اللي هندا راكب موديل السنة. صحيح عمله جمعية ودخلوا في اقصاد. بس برضو مهنمها مهننها. شخصين متزمرة. ما فيش حاجة بتعجبها. فهو مش حابب النكت فرا عجب لها ترطاية بالليل. ها هي هي ها 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 هتضحك علي بترطاية. طيب قوليه كثر خيرك. قوله انت انسان طيب. قولناك انت بتحاول تبسطني باي حاجة بسيطة. لكن نشوف المتزمر. متعب جدا. جدا. حتى لما راحي صالحة. المتزمر مشكلته ان دايما يدور عن نقطة الصودة لدرجة ان نحاية كلها بقت سواد. يعني لو في ميت حاجة معمولة كويسة وفي حاجة واحدة نقصة المتزمر يركز على ايه عن ناقص. يعني راجل مراته كلفته اللي يجيب لها تسع حاجات من السوق. جاب سبع حاجات. ولها كذا 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 والرقم آيتم تمانية ده لقيت الراجل قافل وخفت اتأخاري في جبتلك الحاجة وآيتم تسعة ده ما لقتهوش خالص. اللي هو انت نافع في حاجة اساسا حتى لو ما قلت هاش. تبقى هي دي وجهت نظرها. انا على فكرة تعلمت ان انا ما اعتمدش عليك في حاجة خالص. على فكرة الراجل متزمر كده برضو يعمل في امراته كده واسوأ. تبقى امراته محمية العيال وعمل لهم هدوم نظيفة ومأكلاهم ومشرباهم وكشطلهم ولا مش عارف قشطلهم ولا ايه اللي بيكرعوهم دولا ومش عارف مين. انتو قد بالك وعمل 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 ومش نايمة طول الليل وعني يا سيدة وقالت له انا عملتلك يا حبيبي كذا 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 ودخلت انا مريح. والحقيقة الاكل بس ناقص ربع ساعة يكمل سواء لكن اللحمة بالخضار هما محتاجين نص ساعة. اول ما تيجي انت اشغلهم. ولا يوم من ايام امي الله يمسيها بالخير. كانت شامعة كده شامعة تحترق من اجل سعادتنا. الجيل اللي طالع يا ابونا كله جيل خايب. طب ما تجرب انت متزمر تقعد مع العيال ساعتين. صدقني شعرك يبيض. بس سهل قوي التزمر. سهل قوي نقلب الترابيزة على اي حد. سهل قوي ننتقد اي وضع لان المتزمر ما ينفعش نجوز لانه دائم الادانة دائم الادانة بيكسر الانسان اللي حواليه. حكيت لكم حكاية عن شاب مرة جالي افكركم بيها لان انا فاكرة حكيتها لكم. شاب مرة جالي قال لي هو ينفع الواحد يكره ابوه يتناول. قلت له لأ طبعا يعني ايه تكرهه. قال له طب انا هقول لك حاجة يا ابو لو انت ما كرهتهوش بعد ما كتقولك ما تناولش. هو بيقول لها بدي يحكي طبعا. بيقول لي ايه رأيك ان احنا عندنا اجتماع ان احنا لازم ناكل وجبة كلنا مع بعض. فمن ساعة موعيد. قول كان عندي خمس سنين وانا دلوقتي عندي مثلا تمانية وعشرين سنة. قولي يعني اللي مرة يقول لها الرز معجن. تاني يوم يبقى مفلفل. لها الرز مفلفل. ملحه زاد. هو انت ما تعرفش تعمل حاجة صح خالص. تاني يوم السلطة. مش حقيقة. حقيقتها ليه زودت اللمون وزودت الفتر. مش هاكل سلطة. الاكل ماله دافي. تجيبه سخن. ده مولع. انت عايزة تلسعيني. كل صنف من اصناف الاكل. لمدة خمسة وعشرين سنة. وامي تبقى وشها احمر ومش قدرت رد عليه علشان مش عاوزة تنكد علينا في وقت الغدا. انا بقول لك بكره لاني شفت بموت امي كل يوم لمدة سبعة وعشرين سنة. مفيش حاجة عجبة. لا في شكلها. ولا لبسها. ولا اكلها. ولا شربها. ولا بيتها. ولا ترويقه. الحقيقة. الشخصية المتزمرة دي. متعبة جدا. جدا. لان مهما عملت عشان تحاول ترضيه. هو ممكن. اسف في اللفظ يعني. يرد عليك برد يجبسك. يضيقك. يخزيك. فلو انت من الشخصية المتزمرة ومش عجبك حالك. لا ما تتجوز. عشان ما تجيبش صغر نفس اللي هتجوزه. وتحسسه ان مهما عمل. هو مديون ليك لانك كفاية انه اتنزلت واتجوزته. ما ينفعش. المنحسر. من اسوأ ما فيه انه التزمر. اسف المتزمر. اسوأ ما فيه ان من كتر يتزمره. يتزمر على ربنا نفسه. هارفين يعني ايه تزمر على ربنا نفسه? يقول ايه العيشة اللي احنا عايشينها دي. على فكرة واحنا عيال واحنا عيال. لو كنا حد فينا واحنا اطفال من غير ما نقصد. قال كلمة اف بقى. اف بقى دي كانت عليها عقوبة في بيوتنا. وكانوا ياخدونا من ايدنا. وقولوا كلمة اف دي. يعني معناها انك انت. انا يا مام انا ما بقولش. انا بقول اف عشان البجامة مش لقيها. تقولي كلمة اف ما تتقلش. كلمة اف دي معناها واحد ما بيشكرش. كلمة اف دي معناها واحد مش عاقبه حاجة اف دي لا تقولها جوه ولا تقولها من برا. فكنا عارفين يعني ايه كلمة اف تعني كلمة تزمر. بس الناس كلها النهاردة متزمر. عارفين لو الكنيسة زحمة واحد عينه بسيطة يقولك يا سلام. اما شعبك يا رب فالياكم باركة واحد لما يلاقي الكنيسة زحمة يقول لك مش عارف اصلي الناس ناس صعبة قوي و الناس زحمة قوية ما يوسعون لك كناهي سوال لك كناهي سوال شوف مش هصلي هنا تاني مش هصلي هنا تاني مش هصلي هنا تاني زي ما قلت لكم المتزمر متعب جدا لان دايما شايف ان كل الناس لابد ان تسعى لارضاؤه ومهما عمله مش عاجبينه ففي الاخر يتزمر على مين على الله هو يبقى متجوز كده والعملت ايه بس انا ربي ساهل انك توقعني الواقعة دي وهي تقول يا رب قد كده خطيايا كانت كبيرة عشان نتجوزه يعني في الاخر خالص بنلوم مين بنلوم ربنا المتزمر ما بيعجبوش حاجة بس عشان وقتنا خلص وفي نوقت كتير في التزمر انا كلكم بقى ازاي عالج نفسي من التزمر ازا كنت عايزة تجوز لكن ما تنفعيش تتجوز وانتي انسانة متزمرة اول تدريب اشكر ربنا على اللي عندك لانه ليس تعطيه بلا زيادة الا التي بلا شكره اشكر ربنا على اللي عندك تتزمر على ايه ده انت عندك كتير يا اخي جرب كده ان لو ربنا بس سحب جزء من صحتك اللي عمرك ما شكرت عنها واقعدت يا متزمرة ان ما فيش خروجات كل ويك اند زي بقيت البنات اللي بتخرج كل ويك اند اقعدت شهر في السرير عشان عندك غضروف اتحرك او لمس عصب عمل تعب في عرق الناسة مثلا هيبقى شكلك ايه او انت شكلك ايه اشكر اشكر لان اللي انت عندك في ناس كتيرة اوي مش طيلاء اللي بيتزمر على الجواز ده في ناس بتحسده انه متجوز بس محدش فينا بيشكر ربنا لان اعتدنا ان احنا نلوم ربنا على اخطأنا واعتدنا ان احنا نلوم ربنا على حياتنا بدل ما نشكره مع كل نفس بنتنفسه على كل عطيالينا اقول لك حاجة تاني تعالج التزمر اذا كنت عاوز تتجوز اخدم مع وازين او فقرة وعاوز احكي لكم حكاية شخصية حكيتها لكم ممكن قبل كده انا وقتنا سرقنا شوية فانا هختم بالكلها حكاية تي لما مرة رحنا في بعثة كده ونخدم في افريقيا كانت الناس ايه ناس اللي رحنا نخدم هم دولة مش لقيين يكلوا مش لقيين يكلوا فلما كانوا بيكلوا عارفين كانوا يعملوا ايه يجيبوا برطمان بدل الكوباية ويحطوا في معلاء الدقيق ويحطوا مية دافية ويحطوا شوية شطة وملح ويقلبوا فالدقيق مع المية الدافية يغليها غليظة شوية كأنها شبه عجين ما بين العجين والماء ويشربوه هو ده الفطار هو ده الغداء هو ده العشر لقوا شوية بامية نشفة فركوها مع المية المغلية والدقيق كانت حفلة حكاية اللحمة او الجبنة او اللبن دي رفاهية لا يحلم بيها لان كان متوسط الطفل اللي بيشرب لبن في الحتة اللي احنا رحناها تومني كيلو في السنة يعني ما يجيبوا اللبن وعدد الاطفال ويقسموا على عدد الايام تومني كيلو في السنة نص كوباية ده اللي يقدر يحوز عليه لطفل فانا كانت معايا بنتي وبنتي تربية هنا يعني وهي في سنة ويه كان نفسها برضو تلبس جزمة مركة مش عارف تي شيرت مكتوب عليه مركة اي حاجة من الحاجات للولاد والبنات يحبطوا فكنت مرة جبلها ومرة قولها مش قادرة جبلك يعني على حسب الظروف لما رجعت معايا وهي في الطيارة قعدت على حجري اعتقد كان ساعتها في تانية سنوي طلع تالت سنوي انا مش بكر لا لا كانت دخلت قولة جامعة كانت دخلت قولة جامعة قالت لي يا بابا عاوز اقول لك حاجة لو في يوم الايام طلبت حاجة مش موجودة في البيت قوعد قولي حاضروا من عناية اقلع اللي في رجلك والديني بيه فوق دماغي لان انا ما استهلش ان انا عيش بعد اللي انا شفته دي بنتي فوقات كتير قوي طول ما الانسان محصور في ذاته عامل لنفسه تمثال من الدهب بيعبده بيتزمر على اي حاجة نقصه لو انت خرجت برا انا نيتك وشفت الناس اللي مش لقي يتاكله بتشكر ربنا على عود فجل مع بوائي ميت الجبنة البيضة في ناس كده في ناس مش لقي يتامن الدواء خالص الغريبة انه هم بيشكروا ربنا وانت تتزمر على ايه على شركة حياتك او على الحياة والخنيئة والبتاع مصر ما يتعش فيها اني مور يا ابونا طب انت شفت البلاد في افريقيا شكلها ايه طب انت شفت بلاد تانية شكلها ايه لو انت خرجت برا ذاتك وخدمت الناس المعوزة والناس المحرومة انت هتطلع برا فضيلة التزمر بقاسب برا خطيط التزمر لفضيلة الشكر اعرفوا اعرفوا ان اللي بيترني في الزبالة عندكم من بوائي اكلكم في ناس بتنقب فيه عشان تطلع منه لقمة كلها تزمر لانك انت فعلا تستحق اكتر من اللي انت فيه اوعى تشكر ربنا لانه ما استهلش الشكر لانك انت تحتاج اكتر من كده بكتير وربنا مستسائل فيك واحد الشخصية المتدلعة اتنين الشخصية المتزمرة لو مع الجتش ده في حياتها هيبقى سبب تعاسة انسان تاني يرتبط بيه نكمل السلسلة المرة جاية لإلهنا كل مجد وكرامة الان وإلى الابد أي شخص لدينا اشتركوا في القناة شكرا